مجداً وإكراماً إكراماً ومجداً للسلوس المقدسة الآب وليبن الروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمة باركة من الآن وكل وان وظهر الظهور كل أمين فصل إنجيل الأحد الخامس من بشارة معلمنا محنة بشير والتنميز الطهر بركاته علينا أمين لا تضطرب قلوبكم أنتم تمنون بالله فأمينوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضل عد لكم مكاناً وإن مضيت وعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وأخذكم إني حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق قال له تومى يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نعرف الطريق قال له يوسوع أنه والطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إليه ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه قال له في لبوس يا سيد أرنى الآب وكفانا فقال له يوسوع أنا معكم زماناً هذا مدة ولم تعرفني يا فولبوس الذي رأاني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنى الآب هلست تؤمن إني أنا في الآب والآب فيه الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحل فيه هو يعمل الأعمال صدقوني إني أنا في الآب والآب فيه وإلا صدقوني بسبب الأعمال نفسها والمجذل الله دائماً أبدياً آمين رحلة الخمسين المقدسة قاربت على الانتهاء والحد الخامس هو الحد الأخير من الأربعين يوماً للخمسين المقدسة قبل خميس الصعود ونبص نلقى الكنيسة بتحدثنا بقراءات في منتهى العمق عن القيامة وتكتمل بصعود ربنا يسوع المسيح إلى قدس الأقداس وتنتهي وتنتهي بصعود ربنا يسوع المسيح إلى الأقداس السماوية هذا النص الكتابي بيقدم لنا المسيح نفسه بيقدم لنا شخصه بتعبير يحتاج إلى التأمل فيه بعمق وبشيء من التروي وهذا الحديث قالوا رب المجد يسوع لتلاميث القديسين قبل صعوده مباشرة ونجد أن ربنا يسوع قد أكمل كل شيء على الصليب أكمل كل شيء على الصليب ودفع الدين ودفن الموت بموته وأظهر القيامة بقيامته وقدم نفسه قائما من بين الأموات ببراهين كثيرة وأعطانا خبز الحياة وماء الحياة والنور الذي به نسير في الحياة الجديدة فماذا يحتاج التلاميث بعد لذا رب المجد يسوع أراد أن يرفع أنظارهم إلى الحياة السماوية الحد الخامس ده بنسميه حد الطريق أو الطريق إلى الطريق إلى الحياة بالمسيح يسوع الطريق للحياة بن مسيح يسوع وليس هناك طريق آخر يمكن أن نصل به إلى الحياة السماوية إلا عن طريق رب المجد يسوع وهذا النص الكتابي بيشتمل على ثلاث عناصر العنصر الأولاني وعود تأمينية والعنصر الثاني إجابات تأملية والعنصر الثالث حقائق لهوتية العنصر الأولاني خليكم معايا وعود تأمينية وإجابات تعليمية وحقائق لهوتية خلينا بالكم العنصر الأولاني ده مهم جدا وعود تأمينية وعود تأمينية رب المجد يسوع بنظرته الفاحصة وبإدراكه لكل شيء وجد أن التلاميذ مضطربين في حيرة وقلق واضطراب شديد لماذا؟ لماذا هذا الاضطراب ليس اضطرابا خارجيا فقط ولكن اضطراب قلبي اضطراب يدمي القلوب لماذا؟ أول حاجة لأن المسيح قال لهم أنا معكم زمانا قليلا بعد وتاني حاجة لما قال لهم مملكتي ليست من هذا العالم وكان فكرهم كلهم في المملكة الأرضية الزمنية فوجدوا أن أحلامهم وأمالهم قد تبددت وكانوا وضعين كل رجائهم وكل أملهم وكل أحلامهم في المسيح يسوع وده السبب الثاني اللي خلهم يكونوا مضطربين وقلقين ومحترين فالمسيح له المجد قدم لهم وعود التطمينية أو وعود التأمينية ليهم قال لهم لا تضطرب قلوبكم أنتم تمنون بالله فآمنوا بي أنتم تمنون بالله فآمنوا بي أراد المسيح له المجد أن يرفع قلوبهم وأفكارهم ونظرهم إلى الحياة السماوية لا تضطرب قلوبكم أنتم تمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة تبه العلاج يا رب لهذه المشكلة إيه العلاج يا رب لهذا الاضطراب فأزهر المسيح له المجد كيف يكون العلاج لهذا الاضطراب والقلق والحيرة قال لهم أنتم تمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة يبقى إذن فتح بصيرتهم للحياة السماوية بالإيمان بالإيمان والإيمان يهب النفس بصيرة تعرف استقرارها الأبدي وتدرك كيف يكون الخلاص والقوة وهدم الحصون بالله تدرك بقول أن قوة الله قادرة على هدم حصون وأن هناك لا يوجد شيء يستطيع أن يحطمها وبالتالي تثبت في الإيمان بالمسيح ضابط الكل ضابط السماء والأرض خلي بالكم معايا الإيمان له أهمية كبرى في حياة الإنسان أول حاجة بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه تاني حاجة الإيمان هو أحد السلاس الفضائل الكبرى اللي تكلم عنها بولس الرسول في رسالة العبرانيين لما قال فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة ولكن أعظمهن المحبة فلا يمكن أن يكون هناك رجاء بدون إيمان ولا يمكن أن تكون هناك محبة بدون إيمان ولذلك وضع الإيمان في أول القائمة الفضائل فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة ولكن أعظمهن المحبة الإيمان يُعطي استجابة للطلبات يقول الكتاب كل شيء تنالونه بالصلاة بالإيمان كل شيء تنالونه في الصلاة بالإيمان فالإيمان بيحقق الطلبات وقال إسألوا تعطوا طلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم كل من يسأل يأخذ كل من يطلب يجد وكل من يقرع يفتح لو بيه بالإيمان أيضا الإيمان ينجي من الدينونة من يؤمن بالابن لا يدان ومن لا يؤمن به قد دين الإيمان أيضا هو القادر على صنع المعجزات ما فيش معجزة من المعجزات صنعها رب المجد يسوع إلا من خلال الإيمان يقول للمرأة نازفة الدم إيمانك قد شفاك إزهابي بسلام يقول لبارتماوس الأعمى إيمانك قد شفاك فكل معجزة فكل معجزة من معجزات رب المجد يسوع التي صنعها كانت كلها مبنية على الإيمان الإيمان يخرج الشياطين فاكرين كلكوا والد الإبن المسروع لما جئ للسيد المسيح وقال له إن تلاميذك لم يقدروا أن يخرجوا أن يشفوا هذا المريض أو الولد المسروع فالتلاميذ بيسألوا بيقولوا ماذا قال لهم لا يوجد عندكم إيمان لقلة إيمانكم لقلة إيمانكم لم تستطيعوا أن تشفوا هذا الولد المسروع فالإيمان أيضا بيخرج الشياطين إذن كان علاج اضطراب وقلق وحيرة التلاميذ القديسين العلاج هو الإيمان وخلي بالكم باستمرار الإضطراب بيجي منين بيجي بالخوف من المستقبل بيجي الخوف من المجهول والمستقبل ويجي ممكن من خسارة فادحة تقع بالإنسان في الممتلكات والأمور الأرضية والأمور الزمنية لكن رب المجد يسوع عاوز يرفع نظرنا وقلوبنا وعيوننا من الأفكار الأرضية والزمنية إلى السماويات فلذلك قدم لهم رب المجد يسوع الوعود التأمينية الوعود التأمينية لا تضطرب قلوبكم أنتم تمنون بالله فأمينوا بيه وعاوز أقول لكم على حاجة أفضل من أمور الزمنية والأمور الأرضية وهو الأمجاد السماوية في بيت أبي منازل كثيرة أي في بيت أبي مواضع كثيرة هذه المواضع تشمل الكل وتسع الكل فلذلك لابد أن يكون لكم الفكر السماوي وليس الفكر الأرضي يبدي أول نقطة وهو الوعود التأمينية اللي قدمها رب المجد يسوع لتنميز القدسين لينزع من قلوبه من الاضطراب والقلق والحيرة نقطة التانية إجابات تعليمية أو تأملية إجابات تعليمية بيقول لهم إيه أنتم تعلمون أنني ذاهب وتعلمون الطريق فجهت وما كده بيجهله بيقول له إيه لما احنا مش عارفين انت راح فين كيف نعرف الطريق لسنا نعلم إلى أين تذهب فكيف نعرف الطريق فرد عليه المسيح لو المجد وقال له أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي للآب إلا بي إن كنتم قد عرفتموني تعرفون أبي أيضا والآن تعرفون هو وقد إيه وقد رأيتموه يا سلام شوف إزاي المسيح له المجد بيدي الإجابات النافعة التي تصلح القلوب والأفكار اللي كانت موجودة عند التلاميذ أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي يعني لا يمكن العبور إلى الآب السماوي إلا من خلال المسيح له المجد هو الطريق للعبور إلى الآب السماوي وهو الحق ذاته الحق ذاته الحق الإلهي الذي يحقق الموعيد لكل من يسق في يسوع المسيح الحق وهو الحياة واهب الحياة ومانح الحياة وزيما قال القديس يحن البشير في الإنجيل في الصح الأول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس وكلكم تفتكروا لما رب المجد يسوع رح يقيم لعاظر وقابلته مرسى وقال له أخوك سوف يقوم قالت له أعلم أنه سوف يقوم في اليوم الأخير اللي هي المسيح أنه القيامة والحياة من آمن بيه ولو مات فسيحي وكل من كان حيا وآمن بيه فلن يموت إلى الأبد يبه هو القيامة والحياة يبه فيه كانت الحياة وهو مانح الحياة وواهب الحياة المسيح له المجد هو الطريق للتائهين والحق للمظلومين والحياة للموت الساقطين الطريق للتائهين والحق للمظلومين والحياة للموت الساقطين فهذه كانت إجابات تعليمية للتلاميذ القديسين إن لهم هذا الفكر بتفكر في إيه يا تومة أنت انفكر المسيح يروح مكان من أماكن بيت لحم ولا كفر نحوم ولا الناصرة ولا أي مدينة من مدن الأمم لا المسيح هو الطريق الذي نعبر به إلى الآب السماوي خلي بالكم معايا المسيح لم يرسم لنا خريطة للطريق ولم يكن هو مرشدا للطريق بل أنا هو الآن هو الطريق يعني هو الطريق الحقيقي الطريق الحقيقي الذي يعبر بنا إلى الحياة السماوية وإلى الآب السماوي لو كنتم لو كنتم عرفت أبي لا عرصروني أنا أيضا خلي بالكم أنا هو الإله المتجسد الله الظهر في الجسد شفت كل أعمالي وشفت كل آياتي وشفت كل معجزاتي وشفت كل عزاتي وتعليمي كل ده لم يعرفكم إن أنا الله المتجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد أراد رب المجد يسوع أن يرفع الغشاوة عن عيونهم يرفع الغشاوة عن عيونهم ويعرفهم أنه هو الله المتجسد الظهر في الجسد الذي جاء لأجل خلاصهم وعتقهم من العبودية والفساد والموت أنا الرب مخلصكم أنا الرب منجيكم أنا الرب الذي فتح لكم هيفتح لكم باب الفردوس ويعيدكم إلى الحياة السماوية مرة أخرى يبقى أول حاجة وعود تأمينية تاني حاجة إجابات تعليمية تالت حاجة حقائق لاهوتية حقائق لاهوتية لما المسيح لو المجد تكلم عن الآب السماوي وقال لهم لو كنتم عرفتمون لو عرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفون هو قد رأيتموه فجه في لبوس بعدم إدراك بيقول له أرينا الآب وكفانا أرينا الآب وكفانا عاوز في لبوس يرى اللهوت بالعين الجسدية عاوز يرى اللهوت بالعين الجسدية ولم يدرك في لبوس أن الآب والإبن جوهر واحد في الزاة الإلهية لم يدرك أن الله الظهر في الجسد هو الإبن الله المتجسد وهو والإبن واحد وواحد في الآيه الزاة الإلهية لم يدرك هذا في لبوس ولذلك المسيح لو المجد يحب وضح لهم إن هو الله الظهر في الجسد ويعرفهم شخصه فبيقول له كيف تقول أرنا الآب وكفانا إزاي تقول كده من رآني فقد رأى إيه فقد رأى الآب من رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب وكفانا وحبي وضح له أكتر قال له أنا في الآب والآب في وإلا فصدقوني بسبب الأعمال نفسها التي أنا أعمالها يا سلام في منتهى القوة أراد السيد المسيح له المجد أن يوضح لهم عدم إدراكهم ليسوع المسيح الإله المتجسد والزار في الجسد أنت في لبس عاوز تلمس اللهوت كما ترى المسيح بالجسد لا أنا هو الله الظاهر في الجسد من رآني فقد رأى الآب صدقوني بيقول لهم كده صدقوني أنا في الآب والآب في وإلا صدقوني بسبب الأعمال النفسية ما شفتوا أعمالي من يقدر على الخلق من يقدر على صنع المعجزات من يقدر على كل الأعمال التي أنا عملتها ورأيتموها بعيونكم أليست هذه الأعمال هي أعمال أبي الأعمال التي أنا أعملها يعملها أبي أيضا فبذلك صحح السيد المسيح للمجد المفهوم الذي يجهله في لبس الرسول لم يدرك وحدة الآب والإبن في الزات الإلهية أو في الجوهر الواحد حقا أيها الإخوة الأحباء لا نضطرب ولا نقلق فهو وعود الله وعود تأمينية حقيقية لابد أن نسق في هذه الوعود فلا نخاف ولا نقلق ولا نضطرب ويقول لنا دائما أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر من يمسكم يمس حدقة عينه في أكتر من كده حماية وفي أكتر من كده عناية في أكتر من كده اهتمام في حد يهتم بينا في الطريق اللي بنمشي فيه مع المسيح يسوع أن يقدم لنا الخبز والماء والنور للطريق خبز الحياة وماء الحياة والنور للطريق لكي نستطيع أن نسل إلى نهاية الطريق ونسل للحياة السماوية فلماذا الخوف ولماذا للطراب ولماذا القلق وعود الله صادقة وإيه وأمينة ودايما يوعدنا بقول لا تخف لإني معك تخفش لا تخف لإني معك وكم مرة من المسيح له المجد يتكلم على نفس الخوف لا تخاف من الذين يقتلون الجسد بل أريكم من من تخاف خاف من الله الذي له السلطان على الروح والجسد فدايما المسيح له المجد دايما يقدم لنا وعوض الصادقة التي تنزع من قلوبنا كل خوف وكل اضطراب وكل حيرة وكل قلق وعود تأمينية فهننسق في هذه الوعود التأمينية إجابات تعليمية هل بنتعلم من كلام المسيح له المجد اللي بيكلمنا به في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل أداس الكلام الذي أنا أكلمكم به هو روح وحياه كلام يكلمكم به هو روح وحياه فأنحن بنهتم بكلمة الله الحية والفعالة والتي أمضى من كل سيد زبيح الدين أيضا لنفهم الحقائق اللهوتية أن من رآني فقد رأى الآب وأن الله الآب والابن واحد في الجوار وفي الزات الإلهية وأن اللهوت لم يفارق النسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين فيجب أن يكون عندنا هذا الإيمان الذي يعبر بنا إلى الحياة السماوية والحياة الدائمة والحياة البقية والفرح الذي لا ينطق به موجيد علينا أن لنضل الطريق علينا أن لنضل الطريق فنسق في الموعيد التأمينية ونهتم بالإجابات التعليمية لرب المجد يسوح في كل عصاته وكل تعليمه ونؤمن بكل الحقائق اللهوتية التي قدمها لنا الأباء الرسل والإنجليين في البشار وفي الكتاب المقدس كله فعلينا أن نعي كل الحقائق اللهوتية لكي يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية ولربنا المجد دائما أبديا أمين